لمواصلة مشروع رفيق الحريري وليس لكي تبقى عائلة الحريري في السياسة بغض النظر عن المشروع والمبادئ والظروف ومشروع رفيق الحريري يمكن اختصاره بفكرتين اولا منع الحرب الاهلية في لبنان وثانيا حياة افضل للبنانيين نجحت في الاولى ولم يكتب لي النجاح الكافي في الثانية لا شك ان منع الحرب الاهلية فرض علي تسويات من احتواء تداعيات سبع ايار الى اتفاق الدوحة الى زيارة دمشق الى انتخاب ميشيل عون الى قانون الانتخابات وغيرها هذه التسويات التي اتت على حسابي قد تكون السبب في عدم اكتمال النجاح للوصول لحياة افضل للبنانيين والتاريخ سيحكم لكن الاساس ان الهدف كان وسيبقى دائما تخطي العقبات للوصول الى لبنان منيع في وجه الحرب الاهلية ويوفر حياة افضل لكل اللبنانيين هذا كان سبب كل خطوة تخثتها كما كان سبب خسارتي لثروة الشخصية وبعض صداقات الخارجية والكثير من تحالفاتي الوطنية وبعض الرفاق وحتى الاخوة قد اكون قادرا على تحمل كل هذا لكن ما لا يمكنني تحمله هو ان يكون عدد من اللبنانيين الذين لا ارى من موجب لبقائي من موجب لبقائي في السياسة سوى لخدمتهم باتوا يعتبرون احد اركان السلطة التي تسببت بالكارثة والمانعة لأي تمثيل سياسي جديد من شأنه ان ينتج حلولا لبلدنا وشعبنا من باب تحمل المسئولية كنت الوحيد الذي استجاب لثورة 17-20-2019 فقدمت استقالة حكومتي وكنت الوحيد الذي حاول بعد كارثة أربع آب في بيروت ترغيير طريقة العمل عبر حكومة من الاختصاصيين واللبنانيون واللبنانيون يعرفون في الحالتين ما كانت النتيجة وهم يتكبدون من لحمهم الحي كلفة الانكار ومن باب تحمل المسئولية أيضا ولأنني مقتنع أن لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني واستعار الطائفية واحتراء الدولة أعلن التالي أولا تعليق عملي بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها تاليا عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار لأحبة أبناء وبنات مدرسة رفيق الحريري أقول نحن باقون بخدمة أهلنا وشعبنا ووطننا لكن قرارنا هو تعليق أي دور أو مسئولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة بمعناها التقليدي وسنبقى من موقعنا كمواطنين متمسكين بمشروع رفيق الحريري لمنع الحرب الأهلية والعمل من أجل حياة أفضل لجميع اللبنانيين نحن باقون بخدمة لبنان واللبنانيين وبيوتنا ستبقى مفتوحة للإرادات الطيبة ولأهلنا وأحبتنا من كل لبنان لا أنسى فضلكم ومحبتكم وتعاونكم في أصعب الأوقات لا أنسى فضل بيروت الغالية وأهلها وشهدائها ومساجدها وكنائسها وروحها التي لا مثيل لروعتها في العالم وترابلس الفيحاء وصلابتها وصبرها ووفاءها للعظيم وعكار الأبية والسلام على أهلها وعشائرها وبلداتها وجنائن الضنية وشواطئ المنية وروابس غرتة والكورة والبترون وزهر الألمون والبقاع بشرقه وشماله وغربه وأوسطه والجبل بكل قممه من المختارة وبكركي التي أضاءت الشموع والقلوب لرفيق الحريري والإقليم ومربط طفولتنا وعرين العمى وأطيب الناس في صيدة والجنوب وأهل الوفاء في العرقوب وحصبيا ورشيا والشكر من صميم قلبي لأحبائي ورفاق ورفيقات دربي في طيار المستقبل ولدار الفتوى وسيدها والعمائم البيضاء تحت قبتها أخيرا قد يكون أفضل الكلام في هذه اللحظة ما قاله رفيق الحريري في بيان عزوفه قبل 17 عاما أستودع الله سبحانه وتعالى هذا البلد الحبيب لبنان وشعبه الطيب وأعبر من كل جوارحي عن شكري وامتناني لكل الذين تعاونوا معي خلال الفترة الماضية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته